الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجرًا كبيرًا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا وبعد أيها الجمع الكريم إن ديننا الحنيف نراه في مجال التربية والتكوين والإعداد يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنةٍ بالكتاب والسُنَّة بما يحويه من أخلاقٍ وتشريعاتٍ وقيمٍ ومبادئ وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلِّ ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدَّقه العمل يقول المولى سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ففي قرنٍ وبعد قرن وثب المسلمون وثبتًا ملأوا الدنيا نورًا وعلماً وهدايةً ورحمة وراح الناس يبحثون عن السر وراء هذا الإنجاز العظيم وإذ بهذا السر يكمن في خطةٍ مفصلةٍ من قوتين متلازمتين لا ثالث لهما القوة الأولى هي القوة العلمية والقوة الثانية هي القوة العملية وهما من القرآن الكريم يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدَّثَنا الذين كانوا يُقرِؤوننا القرآن كعُثمان بن عفّان وعبد الله بن مسعودٍ وغيرهما أن الواحد منهم كان إذا أخذ من رسول الله العشر آيات لم يُجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا وما بين العلم والعمل يأتي اليقظة والحذر والإعداد فمن الإعداد القيد الذي أمرنا به القرآن الكريم أن يسود التفكير العلمي كل علاقاتنا ومواقفنا وشؤون حياتنا فمن خلال النظرة العلمية نُصدر قراراتنا الاستراتيجية والتكتيكية في الاقتصاد والسياسة والتعليم والثقافة والتربية وغيرها من المجالات شريطة أن يكون هذا بعيداً كل البُعد عن الارتجالية والذاتية والغوغائية والتحكُّمية والتبريرية وخاصةً إذا تعلَّق الأمر بأحوال السلم والحرب أو الأمن والأمان وقد حكَى القرآنُ ذلك وإذا جاءَهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعُ به ولو ردُّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمَه الذين يستنبِطونه منهم ولهذا حذَّرَنا القرآن من مُخالفة أمر الله تبارك وتعالى أو استِقلاب غضبه فقال ويُحذِّرُكم الله نفسه وإلى الله المصير كما حذَّرَنا من مُخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبَهم فتنةٌ أو يُصيبَهم عذابٌ أليم وهذا حق ومن النمازِج العملية في اليقظة والإعداد الجيِّد الصحيح السليم انتصار العاشر من شهر رمضان سنة ألفٍ وتسعمائةٍ وثلاثٍ وسبعين وما أعقبَه بعد ذلك من انتصاراتٍ أو أعمال بناءٍ وتشييدٍ وتعميرٍ من أجل مصر الحديثة فلقد ماتت مصر في طريقها الذي رسمته لنفسها تبذُر الحق وتنشُر العلم وتُحيي القلوب وتُقيمُ أمةً تكسُر صُلبَ الباطل وتُقذِفُ بالرُّعب في نفوسِ الأشرار وتُقيمُ الأشرار فخلَبَتُ الكلوب عن هواها وأخذَتِ الخواتِرَ دون رماها وها نحنُ نرى مع كل انتصارٍ تُحقِّقُه مصر نرى أنها قد حقَّقت انتصارات عظيمة وبناءات عظيمة لتُخاطِبَ الجميع إن مصر عظيمة برجالها وقوادها وجيشها وشعبها وصدق الله حين قال أُدُخُلُوا مصر إن شاء الله آمنين ومن الإعداد الجيد استمرار العمل الدؤوب الوطني الذي بدأ مع بداية مصر الحديثة الذي هو تحت عنوان مصالح الأوطان لا تنفكُّ عن مقاصد الأديان وذلك من خلال وضع ثقافةٍ صحيحةٍ موثَّقةٍ عن الإسلام تجمع بين الدقة العلمية والوضوح البياني لإعطاء جرعاتٍ كافيةٍ في فهم الإسلام فهماً صحيحاً فمنهجنا والحمد لله يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر يقوم على الفتوى والتبشير بالدعوة يدعو إلى الإكتهاد والتفاعل الحضاري لينتقل بنا سريعاً من فقه الانكماش إلى فقه الانتعاش ومن فقه الأزمة إلى فقه العافية ومن فقه الضيق إلى فقه السعة لذلك جاء التزييل في آيات التحويل التي تحدَّست عن معالم هذه الوسطية فقال سبحانه الحقُّ من ربك فلا تكونن من الممترين ومن الإعداد الجيد أن نُرتِّب الأولويات وأن نُحدِّد الأسبقيات فإن ترتيب الأولويات وتحديد الأسبقيات وعدم الانشغال بصغائر الأمور وتوافيها أول الطريق الصحيح ومن الإعداد كذلك إتقان العمل ندعو كل عاملٍ في عمله أن يتَّقي الله ونهمس في أذنه لا تفتقر إلى رقابةٍ ولا إلى تفتيشٍ إداري لأنه ينبغي عليك أن تكون عليك رقابةٌ من داخل ذاتك أنت تذكرك بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وصدق الله حين قال إن الله مع الذين اتَّقَوا والذين هم مُحسنون أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد الجمع الكريم إن حديث القرآن الكريم عن المستقبل المشرق المُتغيِّر حديثٌ لا ينقطع فالعالم يتحوَّن فالعالم يتغيَّر والأحوال تتحوَّن المهزوم قد ينتصر والمنتصر قد يُهزم والضعيف قد يقوى والقوي قد يضعف والدائرة تدور سواءٌ أكان ذلك على المُستوى المحلي ققوله عن مشرك مكة سيُهزم الجمع ويُولُّون الدُّبر بل الساعةُ موعدُهم والساعةُ أدهى وأمر أم على المُستوى العالمي كحديثه عن الصراع التاريخي الذي جرى بين دولتين عظيمتين في التاريخ الإنساني هما فارس والروم قال تعالى ألف لام ميم غُلِبَت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكل هذا مبسوطٌ في كُتُب التاريخ وقد قالوا من وعد تاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره ومن لم يعد تاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مُره وصدق الله حين قال إن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نُداولُها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتَّخِذَ منكم شُهَداء والله لا يُحِبُّ الظالمين وليمحِّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله نسأل ونحن في هذا اليوم المُبارك أن يُفرِّج الكرب عن أشقَّائنا في فلسطين اللهم فرِّج القرب عن أشقَّائنا في فلسطين يا رب العالمين نسألك يا ربنا أن ترحم شُهداءهم نسألك يا ربنا أن ترحم شُهداءهم وأن تمنَّ بالشفاء العاجل على مُصابيهم وأن تمنَّ بالشفاء العاجل على مُصابيهم وأن ترزُقهم القوة والثبات والصبر يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل مكروهٍ وسوء اللهم احفظ مصرنا من كل مكروهٍ وسوء ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعل أعمالنا كلها خالصةً لوجيك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقِم الصلاة